اشتركوا في القناة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت عليهم أداء النسك أدت طلائع الحجيج أعمال يوم الثالث عشر منذ الحجة آخر أيام التشريق ويقوم الحجاج غير المتعجلين في هذا اليوم برمي الجمرات الثلاث ثم يغادرون مشعر منا متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع والسعي بين الصفى والمروى لمن لم يسع في الأيام الثلاثة الماضية ويكونون بهذا قد أنهوا أعمال الحج يأتي ذلك في الوقت الذي جهزت فيه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وقت مبكر كافة الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة كما تم تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إضافة إلى تبخير وتطييب المسجد الحرام والمصليات وتعقيم وتطهير المسجد الحرام استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء طواف الوداع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام ويعتبر طواف الوداع آخر واجبات الحج وآخر العهد بالبيت العتيق بعد أن وفدوا من مشارق الأرض ومغاربها ومن كل فج عميق تلبية لنداء رب العالمين فأدوا فريضتهم وأوفوا نذورهم والطوفوا بالبيت العتيق سائلين المولى جلت قدرته أن يتقبل صالح أعمالهم ويعودوا إلى ديارهم بحج مبرور وذنب مغفور